تقع ولاية قريات على الساحل الممتد من مسقط في الشمال إلى الجنوب وتوازي طريقا جبليا فريدا وتبعد عن مسقط حوالي مئة كيلو متر تجمع ولاية قريات سياحيا ما بين التنوع الجبلي والطبيعة الخلابة والشواطئ والمزارع وغيرها إذ تمثل محطة سياحية مفضلة لدى الكثيرين في السلطنة لما تزخر به من تنوع طبيعي ومعالم مختلفة فمن أبرز معالمها قلعتها الشامخة وكهف مجلس الجن وهوية نجم وتعرف الولاية بأنها موطن للمزارع التي تستقطب المواطنين والوافدين خاصة في إجازات نهاية الأسبوع وذلك إلى جانب الشواطئ النظيفة كما توجد بالولاية عدد من الأفلاج والأودية بالإضافة إلى ثلاثة حصون وثلاث قلاع تشتهر الولاية حديثا بمعلم مهم وهو سد وادي ضيقة الذي بني على هذا الوادي المهم والذي يعتبر امتدادا لبعض الأودية الممتدة من ولاية دماء والطائين وحتى المصب فقريات ويشكل هذا الوادي مع السد متنزها طبيعيا فريدا وموقع جذب سياحي اشتركوا في القناة